من احكام الحج سين على اي انساك الحج الثلاثة يحج اهل مكة جيم اتفق الفقهاء على مشروعية حج اهل مكة حج الافراد اذ لا اشكال في ان يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه وهو الاصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج واختلفوا في تمتع المكي وقرانه على قولين القول الاول انه يجوز للمكي اي حج قارنا او متمتع ولا يلزمه دم ولا كراهة في ذلك وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القول الثاني انه لا يشرع للمكي اي حج قارنا او متمتع وان فعل لزمه دم جبران وهو مذهب الحنفية قال الشيخ الشنقطي رحمه الله اقرب اقوال اهل العلم عندي للصواب في هذه المسألة ان اهل مكة لهم ان يتمتعوا ويقرنوا وليس عليهم هدي لان قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج الاية عام بلفظه في جميع الناس من اهل مكة وغيرهم ولا يجوز تخصيص هذا العموم الا بمخصص يجب الرجوع اليه وقال الشيخ ابن بازر رحمه الله يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم لكن ليس على اهل مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق القادمين الى مكة محرمين بالتمتع او القران والله اعلم